خالد مظهر شاب عراقي من الموصل وهو واحد من الشباب اللي حاول دائما انه يثبت وجوده ويطور قابليته بمجال عمله على الحاسوب ومواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي الهائل بهالوقت وعلى الرغم من انه هو لم يدرس اكاديميا هذا التخصص لكنه طور مهاراته بالمجال التقني بشكل ذاتي وهو بعمر ل13 سنة واكتشف خالد ثغرة امنية بموقعي فيسبوك وانستجرام تسمح للمهاجمين بمعرفة حالات النشاط لجميع المستخدمين حتى لو قاموا باخفاءها ميتة كرمت خالد مظهر مبلغ من المال وخلت اسمه ضمن قائمة الشرف الخاصة بالخبراء الامنيين ذوي القبعات البيضاء وللعام 2023 ويعتبر خالد اول عراقي يتم ادراجه بهاي القائمة طبعا هذا الخبر مامر مرور الكرام وحصل على تفاعل كبير من المدونين ورواد مواقع التواصل بالعراق وبدول اخرى همينه نتابع اهم جاء حول هذا الموضوع اشتركوا في القناة هذا التعليقات على اكتشاف خالد علي كتب نشكرك لانقدارة ساعد الناس ما يتأذون من خلال هاي الثغرة ومنشكرك لانساعدت الشركة فيسبوك لان ما يستاهلون هذا حسب وجهة نظر علي اما اسامة فكتب يا رب يتم الاستفادة من قدراته وكفاءته بهذا المجال واحمد كتب لا عاشت ايدك يا بطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة